اشتركوا في القناة في مقدمة الأولويات شعار رفعته وزارة التربية والتعليم في مسيرتها التعليمية لهذا العام في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تحتم توفير بيئة عمل آمنة لجميع الكوادر التعليمية تدابر الصحة والسلامة الوقائية التي اتخذتها الوزارة سهلت عودة الهيئات إلى مقاعد العمل بكل سلامة وهو ما تؤكد عليه الوزارة لسلامة الجميع ومن بين هذه التدابير الدليل الاسترشادي وتشكيل فريق صحي بالمدارس يضع نصب عيونه تنظيم وتطبيق الإجراءات الصحية ووضع ضوابط استقبال الموظفين والطلبة كما قامت الوزارة بتصوير أفلام توعوية عن كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية وتنفيذ ورش عمل عن بعد لتدريب العاملين في هذه المؤسسات بشأن التعامل مع انتشار الفيروس واتباع الممارسات الصحية السليمة هذا وحرصت وزارة التربية والتعليم على ضمان استمرارية التعلم وفي حال رجوع الطلبة للدراسة النظامية فقد شددت الوزارة على وجودهم ضمن مجموعات صقيرة وثابتة داخل المدرسة بهدف منع الاختلاط بقدر الإمكان والذي يعد من أبرز سبل الوقاية من فيروس كوفا 19 الذي تشارك البحرين العالم في حربها للقضاء على هذه الجائحة